بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة طريقة حل جملة معادلات جبرية غير خطية سنأخذ طريقة واحدة فقط لحل جملة معادلات غير خطية هي طريقة نيوتون تتلخص هذه الطريقة بالشرح التالي لتكون لدي جملة معادلاتين جبريتين غير خطيتين التاليتين fxy يساوي الصفر وجي xy يساوي إلى الصفر حيث كل من f وجي دالتين قابلتين للاشتقاق ومتصلتين لذلك يمكن نشرهما بسلسلة تايلور لإيجاد جزور هاتين الدالتين نكتب نشر تايلور للدالة في جوار النقطة xiyli إذن لنشر في جوار هذه النقطة لنشر هذه الدالة دالة متصلة قابل الاشتقاق والجي دالة متصلة عند إذن يمكن نشرهما في سلسلة تايلور بالشكل التالي طبعا في جوار هذه النقطة فإذا كتفينا بالحدود الأولى فقط فإن نشر هذه الدالة fxy z1 yi z1 fxy yi z مشتقد جزئي بالنسبة لx بx i z1 x i z مشتقد جزئي للf بنسبة لy بy i z1 x yi z إلى آخر كذلك الأمر بالنسبة لj نكتفي فقط بالحدود الخطية الآن إذا افترضنا أن xiyli x i z1 yi z1 قريبة جدا من الجزر التان قريبة جدا ماذا تعني قريبة جدا؟ يعني يمكن أن هذه تحقق أنها جزر وبتالي فإن هذا المقدار يكون صفر أيضا بما أنها قريبة من الجزر التان فهذا يمكن أن أعتبره صفر الآن بفرض أن x i z1 yi z1 قريبة من الجزر الحقيقي وهذا يعني أن الطرف الأيسر من المعادلة 216 يمكنه قريبان من الصفر بالإضافة إلى ذلك إذا افترضنا أن x i قريبة جدا من x i z1 و y i قريبة جدا من y i z1 فعنده إذن يمكن أن أهمل الحدود البقية لأن الحدود البقية ستظهر x i z1 x i للتربيع للتكعيب إلى آخر كذلك الأمر y i z1 يمكن أن أهملها إذن وأكتفي فقط بهذا الجزر إذن سأحصل على بهذا الفرض نتيجة هذا الفرض على الجملة التالية إذن بما أن x i z1 yi قريبة جدا فإن هذا سيكون صفر ويساوي إلى f x i y i زائد مشتقد جزئي بالنسبة إلى x بx i زائد 1 نائس x i زائد مشتقد جزئي إلى f بنسبة إلى y بy i زائد 1 نائس y i إذن أما بقيت الحدود هنا أهملت لأنها قريبة من الصفر تقريبا صفر كذلك الأمر نفس الشيء هنا بما أن x i زائد 1 نائس x i المشتقد جزئي بالنسبة إلى y بy i زائد 1 نائس ويمكن إهمال بقية فنحصل إذن هذه المعادلات أو هذا النشر يتحول إلى هذه الجملة يمكن تبسطهما بهذا الشكل إذن هذه هي الجملة اللي شرحناها قبل قليل إذا رمزت لهذا المقدار بالرمز ورمزت لهذا المقدار بالرمز فأنني أحصل على الجملة المعادلات التالية طبعا هنا إذا رمزنا لهذا الرمز بالرمز طبعا لنكتب الاش بشكل جيد إذا رمزنا له بالرمز تحصل على وهدول نقلناهن إلى الطرف الثاني فنحصل على df على dx زائد df على dy بالk يساوي إلى سالب f x i y li وdf على dj على dx بالh زائد dj على dy بالk يساوي نائس j x i y li طبعا من هنا أيضا إذا أردت أن أحسب هي x i زائد 1 هي عبارة عن x i زائد h و y i زائد 1 هي عبارة عن y i زائد k إذن بهذا الشكل نحصل على تنتقل المسألة اللي كانت عنها حل جملة إلى حل جملة معادلتين بمجهولين ما هم المجهولين h و k إذا استطعت أن أحسب قيمة ال h و k بعوضهم في هذه العلاقة فأحصل على التكرار الأول اللي ال x وال y ثم أعود وأكرر هذه العملية إلى أن أحصل على التكرارات المطلوبة إذن حل هذه طبعا يمكن حل هذه الجملة بعدة طرق سنستخدم طريقة delta croniker فنحصل على طريقة ثم نستخدم طريقة أخرى فنحصل على طريقة ثانية إذن هذه اللي كتبناه إذا من هنا نقلنا إلى الطرف الثاني فحصلنا على هذه اللي تعطينا العلاقات تكرارية وهذه هي جملة المعادلات الآن إذا أن وما هي مصفوفة الأمثال مصفوفة الأمثال لهذه سأرمز لها بال g x i y ال i اسمه جاكوبيان وهو عبارة عن مصفوفة الأمثال تبعيتها هي df على dx df على dy و dj على dx dj على dy إذن هذه هي مصفوفة الأمثال عامود المجاهيل هو عبارة عن h والk الh والk و عامود القيم الحرة أو الطرف الثاني هو عبارة عن سالب f x i y i سالب j x i y i فإذا استخدمت أولا طريقة grammar لإيجاد الحل يمكن أن أستخدم طريقة grammar وسأستخدم طريقة أخرى طريقة المصفوفات الطريقة الأولى ممكن أحصل عليها بالشكل التالي طريقة grammar ماذا يقول لي grammar؟ grammar إذا بدك الh فمعنى ذلك بدل العمود الأول بدل العمود القيم الحرة إذا معناتها سيتكون عندي المصفوفة هي سالب f سالب j وهنا df على dy dj على dy هذا البسط على j هذا هو الh أما الكا فهي عبارة عن على j وهنا ما هو إلا df على dx df على dy df على dx df على dy تحت بعضون إذن لم نكتبها بشكل سليم إذن هنا df على dx dj على dx وهنا سالب f d إذا حلينا هذه المعادلات فنحصل على الh إذا عودنا الh نحصل على التقريب الأول وهو المطلوب إذن بهذا نحصل على التقريب الأول ثم نكرر العملية هذا إذا أردنا أن نحل جملة هاتين معادلتين بطريقة croniker إذن هذا اللي حصلنا عليه إذن الh يساوي إلى بهذا الشكل والk يساوي وحيث أن من اليعقوبة إذن نحصل على هذه الأشوال هذه بالطريقة الأولى الآن ممكن أن أستخدم طريقة ثانية للحل وهي الطريقة التي يحل فيها أغلب طلابنا فلو تذكرنا هنا ما هي الجملة الجملة كانت هي df على dx d x i زائد 1 x i زائد df على dy y بالk اللي هي y i زائد 1 يساوي إلى سالب f x i y هكذا والمعادلة الثانية كانت dj على dx ب x i زائد 1 x وزائد dj على dy by y زائد 1 y اللي هي ك يساوي نائز g x i y i طبعا أن هذه الجملة يمكن أن أكتبها بالشكل المصفوفي بالشكل التالي المصفوفة العقوبي اللي هي df على dx dj على dx و df على dy dj على dy المعقوبي مضروبا بالمجاهيل اللي هي x i زائد 1 نائز x i y y i زائد 1 نائز y i وهذه الطريقة يحل عليها الطلاب ما يساوي سالب f x i y i j x i y الآن كما نعلم بالمصفوفات لو طبعا إذا كانت هذه غير جازة يعقوبية أي أن الجي الجي اليعقوبي بالقيمة المحددة لا يساوي السفر فعند إذن إلها مقلوب لو ضربنا الطرفين في مقلوب هذه فحصلنا على أن x i زائد 1 نائز x i على y i زائد 1 نائز y i هذا يساوي إلى المقلوب سالب المقلوب طبعا السالب هو دي اف على دي اكس دي اف على دي واي بدي جي على دي اكس بدي جي على دي واي مضروبة ب f x i y i j x i إذن ضربنا الطرفين طبعا هذه أثنائز واحد ضربنا الطرفين بالمعكوس هنا أحصل على المصفوف الواحدية أي أن أحصل على هذه المصفوفة هذه يمكن كتابتها طبعا من حسب عارف عملية الجمع للمصفوفات يمكن كتاب audطرح حاصل طرح مصفوفتين ومنون � كل طرف التاني إذا إذن هذه تكتب على الشكل التالي إذا أردنا أن نكتبها وهي تساوي إلى حاصل هذه المصفوفة السالب، هذه المصفوفة السالب إذا إناقلناها لاتطرف التاني إذا إذا نقلنا هذه المصفوفة إلى الطرف التاني فنحصل على المطلوب إذا نقلناها فعندها إذا نحصل على العلاقة التالية إذا نسالب هذه المصروفة لو نقلناها للطرف الثاني وبالتالي نحصل على أنها تساوي إلى XLI YI طبعا إذا نقلناها فإنها تتغير الشرط فنحصل على هذه طبعا هذه الكائطة في النقطة XI YI هذه في النقطة XI YI فهذه في النقطة XI وبالتالي نحصل على هذه الطريقة يحل الطلاب وعلى هذا الدستور أغلب طلاب كلية لندسة في جامعة المالي خالد يحلون على هذا الدستور وطريقة الحصول على هذا الدستور شرحناها سابقا إذا نشرنا بنشر تايلور وحصلنا على المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته